هرس Zhiyan مهلا احتمالكم احمد زيلمي فريغ سمارت تيم في هذا الفيديو سأتحدث عن الموضوع و المجموعات و المجموعات هو الخطفة الموجودة هنا لدي الخطفة بحكي لك W start with B or number of A في ال W ها يساوي 2 فعندك شرط الأول هو start with B or شرط الثاني هو عدد A يساوي 2 هلأ مع موضوع ال or بالregional expression كتير سهل لأنه حكينا هو بمثل بالان بالزائد تمام فأنا بحط شرط الأول لحال شرط الثاني لحال بحط بعدهم عن الشرط الأول start with B كتير سهلة اللي هي B A زائد B closure حالينا مثلهم كتير شرط الثاني أنه عدد A يساوي كم 2 بضمن 2A وبناتهم A بناتهم A زائد B closure لا غلط هيك تمام لماذا غلط؟ لأنه لازم عدد A بالضبط يساوي 2 فبضمن 2A وبناتهم دايما B closure فقط وهذا الفرق بين عدد A يساوي 2 أو أكبر أو يساوي 2 تمام فعندك هذه الأولى وهذه الثانية بدي حط بينهم A شرط الثائد لأنه عندك إما الشرط الأول يتحقق أو الشرط الثاني يتحقق هذه هي عبارة عن الأور بشكل عام هلأ بحكي لك عندك L1 اللي هي A A زائد B closure B و L2 اللي هي B A زائد B كل هكي الأولى بحكي لك give R.A to present يعني regular expression عشان تمثلي الاتحاد الاتحاد اللي هو برضو زي ما حكينا اللي هو الور والور اللي هي زائد باختصار بزاك تحكي له A يعني نفس الشي لك تطيع الأولى زائد الثاني هاي هي كل عملية الاتحاد في regular expression تمام هون بحكي لك بده W حيث الـ value للW في الديسيمال أقل أو ساوى 5 والألفابة 0 يعني الـ W هاي هتكون عبارة عن رقم binary مكون من 0 و بحكي لك أنه بده الألفابة هاي الـ W هاي تكون أقل أو ساوى 5 شو الأرقام أقل أو ساوى 5 عندك الزيرو الـ 1 1-0 2-3 4-5 باختصار بتقدر تحطهم كل هاتهم زي هيك طبعا في عندي مشكلة أنه ممكن قبليهم كلهم يكون في عندك صفار كتير فالصفار الكتير هادي لقبل هتكون 0 اه بكلوجر فممكن يكون فيك تكرار كتير الأصفار مش مهم المهم بعدها هيكون لك 0-1 0-1 أو 1-0 أو 1-1 أو 1-0 أو 1-0 فممكن أنت بس تحكي له 0 كلها كلوجر وعندك اختار إما 0 أو 1 أو 1-0 أو 1-1 أو 1-0-0 أو 1-0-1 هاي إحدى الطرق الممكنة برضو ممكن أنت تختصر شغلات يعني تحكي له إما 0 كلوجر وراها 1-0 هاي بتغطيك 1-0 هاي بتغطيك 1-0 أو 1-0 وراها 1-0 فهاي بتغطيك 1-1 و 1-0 يعني هاي بتغطيك 1-0 لحال و 0-0 هاي بتغطيك 1-1-0 أو احتماء أو تحكي له عطيني لك 0 كلوجر وراها 1-0 وهاي وراها 1 زائد 0 هاي بتغطيك 1-0-1 و 1-0-0 تمام؟ فهاي طريقة صحيحة وهي طريقة صحيحة وممكن كوين كون عندك طرق تالية تمام؟ يعني الفكرة انه السؤال كتير بسيط لما يعطيك أشياء ليلة زي هيك عندك 6 خيارات أصلا فممكن تحطهم كلهم مرة واحدة ممكن تفصلهم لثلاث أجزاء وهكذا تمام؟ هاي هي الفكرة بشكل عام بيحكي لك هلا الاند الاند ما إله طريقة معينة الاند أزنخ من الأور كتير يعني هون بيحكي لك W start with B and number of A في W يساوي 2 فأول شي يجب أن تضمن له أنه تبدأ في B وعدد A بالضبط 2 تمام؟ كنا نحط إحنا زي هكي كتنتين A لو كان عدد A يساوي 2 لحال نحط بي كلوجر بي كلوجر هلا هون لازل تضمن له أن دائما في B بالأول بعد نحط له بي كلوجر تمام؟ يعني نضمن له الشرطين مع بعض بعد نحط له الأشياء التكملة هون بيحكي لك عدد W أكبر من 2 حجمها أكبر من 2 هلا لما كان حجمها أكبر من 2 كنا نحطي A زائد B A زائد B وبعدين ننهيلي إحنا بA زائد B كلوجر تمام؟ الضمنت حرفين والباقي إحنا كلوجر هون بيحكي لك عدد A لازم أكبر أو يساوي 1 فهون أكبر أو يساوي 1 كنا نحطي أنه عندك A لحال أكيد والباقي كلوجر هلا عندك A لحال وهون دائما عندك حرفين متأكدين منهم فلازم مواحد منهم يكون A بس إذا كان الأول حطيت أنا هنا A وراها A زائد B وعندك هنا A زائد B كلوجر هذه فيها خطأ الخطأ أنك أنت من شرط تبلش في A ومن شرط يكون بعدها A زائد من شرط يكون A البداية وهون ممكن تكون B صح فمن شرط تكون A B ممكن تكون B A فمن شرط تكون A وين على اليمين بدل هاي تمام الآن الفكرة الأولى أنه مش شرط تبلش في A فأنا بتحط قبليها A A زائد B مش بس بعدها تمام ولموضوع A لازم تحط كل الترتيبات الممكنة فعندك هنا مكانين لازم تحط A في المكانين فعندك A وA زائد B وممكن يعني هذا الشرط الثاني أو الأشي الثاني الممكن إنها تكون A زائد B بالأول بعدها A بعدها A زائد B طيب لماذا تحط A زائد B بالنص ممكن تحطها ومش غلط بس فعليا كل الكلمات الممكنة تستخدمهم بدونها تمام نرجع نعيد عندك تنتين حرفين ثابتين على الأقل حرفين فنحطهم لأنه حجم الـ أكبر أسابة 2 حرفين ثابتين عندك بعديها لواحد منهم لازم يكون على الأقل A ممكن تكون الثاني A برضو تمام لو قال لك A تسبب الضبط واحد ستحكي له A وهذا B والكلوجر كلياتهم B تمام وهنا ستعكسها B A هنا A B هنا B A فعشان هيك عكسنا A A B وهنا أزائد B وراء A لأنه ممكن تكون هي أصلا B تمام خليان نغض هذا السؤال برضو قريب منه عسس تثبت الفكرة أكتر حجم الـ يجب تات أو أكتر فحكينا عندك تات أحرف A زائد B A زائد B و A زائد B عدد A أكبر أو ساوى 2 فتنتين من هذين لازم يكونوا A يعني هاي A A عندي جنين A بس برضو بهمني ترتيبهم يعني إما تكون A A بعدين الحرف الثالث اللي ممكن يكون B أو عندي A فراغ اللي هو A زائد B بعدها A أو عندي الأول A زائد B الثاني A والثالث A يعني هون A زائد B فعندي دول الثالث خيارات الممكنة والباقي قبلها كلوجر وبعدها كلوجر تمام ف الخيار الأول A زائد B كلوجر بعدين عندك A A A زائد B وراها A زائد B كلوجر خيار الثاني زائد ما نحو خيار تعني A زائد B كلوجر A وراها A زائد B A بعدين A زائد B كلوجر الخيار الثالث خيار نكتبه تحت A زائد B Closure A زائد B في الأول بعدين A بعدين A بعدين A زائد B Closure هاي هي الثالث خيارات الممكنة طيب ناخد كمان مثال أو أمثلة على اللي هي النت أو يعني السؤال كان عملنا الفكرة أنه ما بدي ينتهي في A فأيش يعني ما ينتهي في A إما أنه ينتهي في B أو أنه يكون كله عبارة عن لمدة عندي خيارين اللمدة إذا نسيناها مشكلة فأنه ينتهي في B سهلة حكينا A زائد B Closure وراها B هاي تنتهي في B خيارا أنه يكون كله لمدة هذا ما بينتهي في A وهذا ما بينتهي في A باقي ما تبقى كله بينتهي في A تمام؟ طيب نشوف سؤالي بعده W حيث W لا ينتهي في AB ما بينتهي في AB الآن هذا أصدخ من اللي فوقه ممكن يكون ينتهي في AA ممكن ينتهي في BA ممكن ينتهي في BB تمام؟ سوف أقوله أنه A زائد B Closure وراها AA A زائد B Closure وراها BA A زائد B Closure وراها BB حسنا هؤلاء هذه الكلمة كبيرة يعني أكبر من 2 دائما هنا أكبر من 2 أكبر من 2 تمام؟ طيب الكلمة إذا كنت كلها بعضها ما رحا حرفي B لحاله ليس هاي كلمة طيب هاي تنتهي في AB لا أنا هاي بس B لحال طيب الكلمة اللي فيها بس A لحال تنتهي في AB لا برضه طيب اللامدة لحالها تنتهي في AB برضه لا فهذه الثلاثة لازم نضمنهم فلوك تحكي له زائد B زائد A زائد نمدة ضروري تمام؟ يعني لما تنتهي بالكلوجر دائما في عندك أو مش دائما عادة في عندك شروط انت بش منتبه لها فبتنتهي بتخلص من الاشياء البسيطة اللي بيانت معك دغري انه AB لأ عكسها AB AB والباقي منخليه لحاله بكلمات لحال طيب شوف السؤال هاد بحكي لك ال L إنها W حجم ال W أكبر أو 3 نعرف نحلها بنكتب A زائد B A زائد B A زائد B والثالث والرابعة كلوجر هنا بحكي لك بدي ال A بدي ال الكمليمنت الكمليمنت تمسكه هنا الشرط تحكسه طبعا مش دائما بتزبط الكمليمنت إلا هكي حسب السؤال زي هنا نحكسه وسهل نفهمه فهنا لما عكسنا صارت حجم ال W أقل من 3 أقل من 3 إما حيكون لمدة حكينا أما يكون حجمها صفر أو واحد أو 2 فإما تكون لمدة أو تكون طبعا غرض أحكي في أصلا A زائد B يعني حرف واحد أو تكون حرفين A زائد B A زائد B طبعا هذا السؤال كان ضمن سؤال ثاني حلانا زيه بس الفكرة بفكرة الكمليمنت هلأ هون خلينا نشوف هاي الاسئلة عندك L1 و L2 L1 هي A تبدأ في A وتنتهي في A A زائد B كلوجر بالنص و L2 تبدأ في B وبعدها A زائد B كلوجر بدي الاتحاد بين A L1 و L2 اتحاد كتير بسيط حكينا A نكتب الأولى نحط زائد زائد الثاني تمام L1 و L2 الـ دوت هاي حكينا تتابع فأنت بدك كلمة تزبط مع الأولى وتتبعها بكلمة تزبط مع الثاني تمام فبتحكي لي A A زائد B A كاملة دوت كاملة يعني وراها مباشرة P B A زائد B كلوجر يعني باختصار كتبهم مرة بعض وهيكا أنت بتكون عملت لهم اللي هو التتابع أو بالضبط الآن L1 كلوجر L1 كلوجر بده كلمة بتكون زائد تحكي مكررة من هاي الكلمة تمام الكلوجر عارفين شو هي الكلوجر فباختصار بس تكتبها زي ما هي تحطها كاملة كلوجر بس يعني مش اشي صعب والتانية نفس الاشي بده إياها كلها كلوجر بتكتبها زي ما هي بتحطها كاملة كلوجر هاي هي ببساطة عملية الاند والأور والكومليمنت وحتى الكلوجر والاتحاد والتتابع على المجموعات اللي هي اللغات عنا في هاي في الفورمال لانكويج وهي كم يكون خلصنا هذا الفيديو يعطيكم ألف عافية